موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أيها اليمنيون ومن يهمه أمر اليمن وأهله أهلا بكم جميعا في برنامج البوصلة هل لدى اليمنيين إدراك عن كارثة الآثار التي سيخلفها انفجار أو تسرب حمولة الباخرة صافر التي تزيد عن مليون ومئة وأربعين ألف برميل والتي تساوي أكثر من أربعة أضعاف حمولة سفينة أكسون فالدز التي تسربت في ألاسكا الأمريكية حينها وتسببت في تلوث أكثر من ألف كيلو من الشواطع وموت ما يزيد عن ربع مليون من الأحياء والطيور البحرية وتكلف عملية التنظيف ما يزيد عن سبعة مليار دولار أما بالنسبة لكارثة صافر النفطية في اليمن فإن الأثر سيكون أكبر بكثير بسبب الحرارة المرتفعة في منطقة البحر الأحمر وبسبب أن البحر الأحمر منطقة مغلقة تتضمن أحياء بحرية وجزر فضلا عن المخزون السمكي لليمنيين والذي سيفقدونه حتما خلال العشرين سنة القادمة على الأقل ووفق تقرير أعدته مبادرة حلم أخضر المعنية بقضايا البيئة في اليمن وانكشف بالأرقام عن الكلفة البيئية والاقتصادية في حال انفجار ناقل صافر أو في حال وقوع تسرب للزيت الخام وهي كالآتي مئة وخمسة عشر جزيرة يمنية في البحر الأحمر ستفقد تنوعها البيلوجي وستخسر موانئها الطبيعية أو موائلها الطبيعية مئة وستة وعشرين ألف صياد يمني سيفقد مصدر دخله بمناطق الصيد اليدوي سبعة وستين ألف وثمانمائة صياد في محافظة الحديدة سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد جراء هذه الكارثة مئة وثمانية وأربعين جمعية سمكية تعاونية للصيادين اليمنيين ستتوقف عن العمل ثمانمائة وخمسين ألف طن من المخزون السمك الموجود في المياه اليمنية سيتعرض لتهديد النفوق داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدم تسعمائة وتسعة وستين نوع من أنواع الأسماك الساحلية وأسماك الأعماق في المياه اليمنية ستقتلها بقع النفط الخام المتسربة ثلاثمائة نوع من الشعاب المرجانية ستختفي من المياه اليمنية جراء تسرب النفط الخام لعدم وصول الأكسوجين والشمس إليها مئة وتسعة وثلاثين نوعا من العوالق الحيوانية التي تعيش في المياه اليمنية ستختنق ببقع الزيت الخام متى سينتهي شبح المصيبة وإن هي القوات البحرية اليمنية وإن هو خفر السواحل اليمنية وإن هي دولة اليمن فيما تملكه من سواحل ومياه في البحار والجزر يشرفني أن أجري هذه المقابلة بقليل من اللغة العلمية المسؤولة مع الدكتور قبطان بحري العقيد عبد الرقيب المجيدي نائب رئيس عمليات القوات البحرية اليمنية الأسبق سيادة العقيد الدكتور القبطان بحري عبد الرقيب المجيدي أهلا بك ضيفا عزيزا كريما في برنامج البوصلة تشرفت بالحضور معكم وأهلا وسهلا بكم وتشرفني أن أكون معكم في هذا اللقاء لشرح هذه الكارثة البيئية القادمة اشرح لنا هذه الكارثة البيئية القادمة من الأساس يا سيدي أولا سفنة النفط أو صافر أو خزان النفط العام صافر هي سفنة أبلغ من العمر حوالي أربعون عاما تعتبرك سفنة تصدير النفط اليمني وتم شراءها سابقا وكان عليها تأمين وصيانة لهذه السفينة من بداية الحرب اليمني توقف التأمين على هذه السفينة وهذه كارثة بحد ذاتها أنه لا يوجد لها تأمين أيضا عملية التشغيلة التي كان لهذه السفينة أصبح ليس بالقودة التي مطلوب أن يكون عليها لا يوجد حفاظ على هذه السفينة ولا صيانة ولا عمل داخلها بحيث تحافظ عليها جسم السفينة أصبح عمر الكبير أربعين عاما شبه منتهي تماما فهي بالنهاية تعتبر كقنبلة موقوتة قريبا في أي لحظة ممكن أن تحصل هذه الكارثة الكارثة تتعلق من جهتين الجهة الأولى التسرب وأن تشرحته باستفاضة والأخطر الذي سيحصل ما لم تشرحه هو الآتي إذا قدر الله حصل لهذه الكارثة وهو داخل السفينة هي أساسا ضخ للنفط والوقود كمية الوقود الذي تحويه ضخما للغاية فما هو داخل السفينة عبارة عن محركات ومضخات هذه المحركات والمضخات الداخل للسفينة نفسها والشبكة المعقدة من التوصيلات والمضخات لم يحدث لها أي صيانة هذا ممكن شرط كهربائي بسيط جدا سواء خطأ أو تماس أو أي شيء لا قدر الله فهذا سوف يحصل حاجة يسموها بالانفجار الانفجار هذا ضخم للغاية ستخيل أنت حقم القنبلة هذه التي تنفجر ستكون أن موقع تسونامي ليس لها مثيل هذه الموقع ستعمل في اتجاهين الاتجاه الأول في مضيق كاميران والمنشآت النفطية الموجودة على الساحل التي هي براس عيسي وهي أساس النفط اليمني وتصديره هذا الموقع الأولى ستعمل على كارثة بيئية وكارثة إنسانية في جزيرة كاميران والصليف وميناء الصليف ميناء الصليف من المهم للغاية الكرية التي تنفس منها اليمنيون في المواد الغذائية وفي سوامع الغلال الموقع الثانية فتكون في اتجاه ميناء الحديدة وخور كثيب هنا الكارثة الضخمة التي لا يمكن أن تخيلها العقل والمنطق أصلا لأن هذه الكارثة سترتفع في الموقع بحدوده على 10 متر وهذا خاصة ستدخل في خور كثيب خور كثيب وميناء الحديدة ميناء الحديدة هي الرئة التي تنفسها الاقتصاد اليمني سواء في التصادر أو في الوارد وهي تغطي معظم احتياجات اليمن حوالي 40% من متطلبات الشعب اليمني أيضا مواني النفط في ميناء الحديدة سوامع الغلال والحبوب في ميناء الحديدة أيضا بالإضافة إلى الحاويات عند اندفع هذه الموقع التسنامي ستعمل على طمس هذه ميناء الحديدة وكثير من مدينة الحديدة الكثيب الشريط الساحلي حتى منطقة منظر وعمقا قد يصل هذا تقريبا لحدة 7 كيلو في عمق المدينة ما قد نشاهد أحيانا بأفلام الرعب وفي الأفيام الخيال الذي تنشاهده دائما ما سيحصل في الحديدة كارثة أكبر لأن المشكلة في الحديدة معظم البناء والسكن عبارة عن عشاش وهو سكن بسيط جدا لا يتحمل مثل هذه الموقع التسنامي أيضا الكارثة البشرية أعتقد أنه قد يكون هناك لا يقل عن 10 ألف قتيلة وأكثر من 20 إلى 30 ألف إصابة ونزوح بشكل لا تتخيله في المدينة الحديدة لأن معظم مدينة الحديدة عبارة عن سكن بسيط وبيوت قديمة ومتهالكة فلذلك هذه الكارثة البيئية اللي ممكن أن تواقه هنا في اليمن نحن في اليمن لا نمتلك أي وسائل إنقاذ خاصة في البحرية اليمنية أو في خفر السواحل اليمني في زمن الحرب في زمن الحرب مشكلة إضافية إلى المشكلة السابقة أن الحاصل في البحرية اليمنية تدمرت تماما في زمن الحرب سنصل للبحرية اليمنية خليك في الكارثة المتوقعة من ناقلة النفط صافر هي كارثة إنسانية بلا حدود وكارثة بالذات في جانب التحطيم أو التدمير منشآت النفط الفيراس عيسى هذا بالكامل يمكن أن تنتهي ميناء الصليف تنتهي تماما ميناء الحديدة بالإضافة إلى الكارثة السكانية والتدمير المباني إذا شاهدنا الحدث حصل وهو تفقير بيروت ما سيحصل في الحديدة يمكن ثلاثة أضعاف ضعفين إلى ثلاثة أضعاف بهذه البيئة ولكن كتفقير طوفاً تسنامي بيكون إضافي إلى الذي سيحصل هذا سيغرق معظم المنشآت ومعظم المباني والموانئ وخسائر ستكون مضاعفة ورقم فلكي لا يمكن حصاءه ولا تقديره يعني طيب إذا أردت أن أتوقف معك هنا عند هذا الحد دكتور قبطان بحري عبد الرقيب المجيدي يعني أين كانت هذه المشكلة مختبئة لنا هي ممكن حلها ببساطة سلاء جداً يعني ممكن يتفق لنقاط الخلاف ما بين الشرعية والتحالف والحوثيين على بيع هذا النفط وفتح حسام مشترك يتم توريد هذا النفط تقريباً مليون ومئة ألف برميل بحدود أربعين مليون إلى خمسة واربعين مليون دولار يحتاج إليه كل موظفين الدولة اليمنية هناك كشوفة 2014 اللي هو موظفين الدولة سابقاً وهناك أيضاً الحوثيين والجيش الذي بنوه وهناك الانتقال والجيش الذي معهم والشرعية ومعه 2015 والجيش الذي معاه والي بنوه والموظفين كلهم أبناء اليمن سواء كانوا شرانيين أو طيبين حلوين أو شرانيين كما يقال بغض النظر عن التاسميات من جميع الأطراف كما خرج كما خرج أنه يصرف كراتب لجميع هؤلاء الناس فبالنهاية هذا هو خيرات اليمن مقابل بيع بيع النفط ممكن تقوم سفنة تعشق إلى قبلها السفنة وهي كانت أصلاً تقوم بتحميل النفط للسفنة الأخرى هي عبارة عن خزن عام لبيع النفط ونقله للسفنة التقارية يمكن بيعه وأخذ ثمنه وفتح حسام مشترك ثم أخذ هذه الكشوفات اللي هي الجميع الأطراف وصرفه كراتب للموظفين اليمن هذا المخرج هذا هو أفسط مخرج وهو مخرج آمن للجميع ما الذي يمنعه ليسوا متفقين حتى الآن؟ لا أعتقد أنه لو تدخلت الممتحدة في ذلك والضمير الإنساني لقى لذلك الجميع الذي يغلب المصرحة تركك من الضمير الإنساني لو سمحتني أريد أن أتحدث معك سياسة ترك لي من المثل والقيم والضمير الإنساني كلمني بما الذي يمكن أن يحدث وأين هو الواقع الآن الأمم المتحدة تحاول أحيانا أن تتخاطب مع جماعة السلطة الفعلية في صنعاء أنصار الله والحوتيين الشرعية طرف أين وصل الحال الآن؟ لا أعتقد أنهم وصلوا إلى حال حتى الآن ولكن الرأي المطلوب لحل هذه المشكلة بشكل علمي وشكل منطقي ودفع للضرر والكارثة التي ستحصل يعني المقامرة من أنصار الله في حياة الناس وفي البيئة وفي ميناء الحديدة التي تنفسها الاقتصاد اليمني وفي الناس والبشر لا داعي لها ممكن يقدروا الطرف الآن الشرعية أيضا نفس الطريقة ممكن الأثنين يكتفقوا على حساب مشترك وبع هذه النفط لأي شركة أخرى فسعر النفط الآن حاليا تقريبا للبرميل 40 دولار مليون ومئة حدود بيط إذا لم يتفقوا يا دكتور؟ أعتقد أن الممتحدة تقبرهم على هذا ويتم بيعها لصالح المواطن اليمني هل هناك احتمال أن الكارثة ستحصل قبل أن يتفقوا؟ أنا أتمنى أن يتفقوا أو يتم إكبارهم على النفط وحتى إكبارا عن طريق الإكبار لأنه بنهاية أن تتمنع كارثة وأنا أؤمل في ضميرهم قبل كل شيء أنا لا أؤمل في ضميرهم اسمح لي أنا لا أريد أن أناقش الضمير أبدا أناقش الإحداثيات والممكن والمتاح لا أثق في الضمائر للسياسيين كثيرا سيدي هل هناك مجال أن تمنحنا الأقدار قليل من الوقت حتى يتفقوا أو يختلفوا أو تتدخل الأمم المتحدة أم أن الانفجار والكارثة قد تحدث قبل أن يتفقوا؟ لا تستطيع تحدد لكن الكارثة قد تحدث في أي لحظة الكارثة قادمة لا محالة نظرا لتهالك السفينة أربعين سنة عمرها ولم يحدث لها أي عملية صينة أيضا الطاقم الذي يديرها من الداخل ليس الطاقم الذي كفاعل ليس السابق الذي كان لديه الخبرات في المخاطر الآن الذي يديرها الناس ليس متخصصين ولا سألتهم أي خبرة لتفادي الكارثة وهذا ما يضاعف الكارثة أكثر ويسرع فيها في أي لحظة قد تحصل طيب أين هو موقع ناقلة النفط صافر؟ هي مقابل رسعيسة وتبعد حوالي 6 إلى 8 كيلو عن البر اليمني وقريم من مجازيلة رشة وقريم من مضيق كاميران هذا الموقع تم اختياره سابقا عند تصدير النفط كموقع حيث تستطيع السفنة الإملاقة تقترم من السفنة وتقوم بالتحميل وكان هناك سابقا نقوم في القوات البحرية اليمنية في عملية دوريات وتأمين لهذا الخزان الصدير النفط والمنشآت الموجودة لأرسعيسة وكان هذا يتم بالتعاون مع القوات البحرية اليمنية وخفر السواحل وكان تأمينها على مدر الساعة أيضا كان هناك تأمين للسفنة نفسها وصيانة دائمة تأمين على السفنة نفسها انتهى لا يوجد تأمين عليها وهذه تزيد المخاطر يعني في حالة لقد الله حصى المخاطر فلا يوجد تأمين لتغطية الأضرار التي سيترتب عليها بل سيتحملها الشعب اليمني كارثة مضعفة بكل النواحي يعني هي كارثة بشرية وإنسانية وكارثة خطيرة لا يستحمل أن تظل للتقادل السياسي والتقادل سيادة العقيد دكتور قبطان بحري عبد الرقيب المجيدي أنت نائب رئيس عمليات القوة البحرية السابقة سابقا نعم 2016 آخر سيدي العزيز هل كانت هذه المشكلة موجودة وانكشفت وظهرت للعلم أم هي مشكلة طارئة جديدة لا هي مشكلة طارئة بعد الحرب لم تكن قبل الحرب موجودة لسبب أنه كان تأمينه ولا موجود على السفينة كان يتم تفريغ النفط فورا كلما امتلأت السفينة يتم تفريغه مباشرتين للسفن ويبيعه أولا بأول فكانه عبارة عن عمليات ناقل ناقل فقط لا يبقى النفط داخلها مطلقا يعني يظل قد يمكنه سبوعين شهر لا يزيد على كذا فتأتي السفينة ويتنبع عندما يكتمل الحمولات لكن الآن أنه يظل خمس سنوات داخلها فترة الحرب خلال فترة الحرب وفترة لا يوجد صيانة أصلا للسفينة وأيضا عمرها أربعين سنة أصبحت خارق أطار الخدمة تماما شطبت يعني من الخدمة فيفترض هي أن تكون الآن خارق الخدمة تماما هل تعتقد دكتور أن هذه هي أكبر وأخطر كارثة يمكن أن تحل باليمن في هذه المرحلة؟ أعتقى ذلك وأعتقى أنها قد تكون الكارثة قريبة هل مر اليمن بكارثة أكبر منها؟ لا أعتقد أنه مرت كارثة في تاريخ اليمن بيئية وكارثة بهذا الحق أنت لك أن تتخيل مليون ومئة مليون ومئة ألف برميل نفط عند انفجاره ما هو الحجم والمرة للسحابة التي ستغطي المنطقة من الدخان؟ ما هو حجم الانفجار؟ ما هو حجم طبقة السنامي عند اندفاعها؟ طيب من يتحمل المسؤولية؟ الحوثين لأنهم هم المسيطرون عليها حالياً قانونياً وأخلاقياً وأمام جميع العالم والشرعية؟ بعيدة ليست في منطقة سيطرتها إذن على أي أساس تتخاطب؟ التخاطب المفروض يفترض الأمم المتحدة أن تتخاطب مع الحوثيين لأنهم هي في منطقة سيطرتهم ويفترض أن يقبر نناقشها في المنطق الآن ليس وقت بطولات ولا من هو صاحب الحق ولا من هو صاحب الباطل إذا كانت جماعة الحوثيين السلطة الفعلية الموجودة في منطقة سيطرتها وتحتها ما الذي يمنعها؟ ما الذي يجعلها تنتظر الكارثة؟ هذا السؤال وقه لهم لا تحدث لك خبير بحري لو سمحت ما هي المشكلة؟ لماذا يرفضون من وقت نظرك؟ مصالح مادية، مصالح سياسية حديث عن النفوذ، حديث عن العلاقات الدولية حديث عن فرض معايير ربما في التحالفات الإقليمية والدولية أنا الآن لا أتحدث عن من هو الحق والباطل أتحدث عن مصلحة الدولة اليمنية وللإنسان أعتقد أنه غباه حمق من الحوثيين لأنهم لا يعرفون حقم الكارثة وحقم المصيبة ولكن أريد أنا منهم أن يتواصلوا مع حزب الله ويشوفوا حقم الكارثة التي حصلت في لبنان ويستفيدوا ولهم الرأي القرار الأول والأخير فصل هذه لو سمحت الكارثة في لبنان التي حصلت الآن العالم كله شاهدها وشاهد حقمها وحقم الدمار الذي اتمثل فيها هذا نتمنى أن لا يحدث الحوثيين لهم صلاة في حزب الله يمكنهم التواصل معهم وسؤالهم عن حقم الكارثة وأضرارها حقم الكارثة في اليمن ستكون ضعيفين أو ثلاثة أضعاف فأعتقد أن نصار الله في غنى أن يتحمل يتحملوا حقم الكارثة في هذا المستوى وأيضا حقم الشعب اليمني لا يمكن أن يتحمل كارثة أخرى تضاف إلى الكوارثة التي يتحملها خاصة أبناء الحديدة الطيبين المساكين التي لا يقد قوت يومه ولا يقد الكهرباء ولا يقد الماء ولا يقد الغذاء ولا يقد السكان ولا يقد الدواء وفي ظل الحرب وفي ظل هذا التشرد أن تضاف إليه كارثة أخرى وهي كارثة نحن نصنعها طيب أنت تعتقد بأن جماعة الحوثيين هي المسيطرة وصاحبة القرار على ناقلة النفط صافر 100% لا أحدا يستطيع أن يقول غير ذلك باعتبارك خبير نفطي وخبير بحري ما هي نصيحتك وحديثك للقوة العسكرية التي تسيطر على ناقلة النفط صافر أقول لهم لله وثم للتاريخ بالإمكانكم أن تستشيروا حزب الله وتتواصلوا مع لبنان وتسالعون حجم الكارثة التي حصلت في لبنان وأضرارها وتدميرتها ومرددها النفسي والبيئي والتدميري والأخلاقي والقيامي ومنها تستفيدون فلا داعي أن نصل في اليمن وتصل نصار الله الحوثيين إلى نفس الكارثة ولا نفس المستوى وستكون الكارثة في اليمن مضاعفة مرتين إلى ثلاثة أضعاف وأيضا نتائجها وخسائرها ستكون ثلاثة أضعاف وخمسة أضعاف لأن مشكلة الحديدة غير مشكلة البنان مشكلة البنان أبراغ وبناء قوي جدا فيمتص الكارثة وأمتص حزمها لكن الحديدة عندنا كله عبارة عشش قش بيوت سكانية بيوت خيام يعني بسيطة جدا هذه كلها ستنتهي بمقرد المنفس المنفس لا يوجد بنيان ثقيلة نعم أيضا الرئة ميناء الحديدة هي والرئة التي تنفس بها اليمن بشكل عام وأنصار الله بنفسهم يعني ميناء الحديدة هي الأساس سواء في النفط والغاز سواء في الديزال في الوقود سواء مع الغلال سواء الحاويات هي ميناء الحديدة وميناء الصليف هي الرئة الوحيدة التي تنفسها اقتصاد الحوثي نفسه فحدث هذه الكارثة هي تدمر اقتصاد سأستسمحك من أقل الشعب اليمني بأكمله لا تتعامل مع الحوثي في هذه الحلقة باعتباره الغريم أو الطرف الآخر أو العدو تعامل معه باعتباره المسؤول عن الجغرافية التي فيها ناقلة النفط صافر حدثه أو المسؤولين بلغة مسؤول خبير بشؤون البحر أتمنى من الأخوة في البحرية وخاصة الأخوة في البحرية الحالي وهو أحد زملائيه زملية الدفعة يعني محمد عبد القادري وإضا في خفر السواحل أتمنى منهم أن وهم يعرفون هذه الحقيقة العلمية وأننا درسنا في أكاديمية واحدة سواء في الكلية البحرية اليمنية أو في كلية القادرة والأركان اليمنية نحن قد نقل دفعة واحدة وهم يعرفوا هذا الخطر يعرفوا حقم الخطر وحقم الكارثة القادمة خاطبهم مباشرة أتمنى منهم خاطبهم بالاسم والصفة أتمنى من قاتل قوة البحرية اليمنية الحالي ومن الأخوة في الحوثيين أن يسمعوا إلى الرأي البحري وأن يقدموا تنازل لخدمة المواطن اليمني ولخدمة الإنسان في الحديدة لبقاء اليمن خدمة المواطن الذات الحديدة هؤلاء الناس المواطنين المساكين الغلابة أنت حوالي 2 مليون لواء الحديدة وفي مدينة الحديدة ومقاورها هؤلاء ستضرروا أول مرة من حيث في أرزاقهم وفي سكنهم في لقمة عيشهم وفي الحالة التي يعيشوا فيه نحن في وضع حرب وفي وضع كارثي أصلا ما ساوي فتقدم تنازلات أنه يتم بيعها لا مشكلة ماذا سيحصل يعني لو تم بيعها هل قادة قوة البحرية الحالي أو خفر السواحل يملكون القرار نعم يملكون القرار يملكون المشهور رأي أن يقدمه لقيادة أدصار الله الحوثيين وهو أيضا عضو في اللقن استوكولمو في عضو اللقن المفاوضات فأعتقد أن له رأي و له قرار يستطيع أن يقدم لهم الرأي وأن هذه كارثة ويجب أن تقدم فيها التنازل من أجل الإنسان اليمني أولا وآخرا هل الأمم المتحدة تتفاوض أو تتخاطب مع رئيس خفر السواحل والقوات البحرية لست أعلم بالتخاطب المباشر لكن أنا ما أعرفه وأن أعلمهم جميعا أنه في تخاطب مع أن صلى الله الحوثين عبر الأمم المتحدة وعبر بقل السلام ونتمنى بس أن يستبقوا ولا ينتظروا حدوث الكارثة طيب هناك كارثة أخرى تلوح في الأفق نريد حقيقتها من خبير بحري مثلك ماذا عن قصة أن هناك شحنة كبرى من نفس المادة المتفجرة التي فجرت مرفأ بيروت موجودة لدينا في ميناء عدن أعتقد الإعلام والصحفاء لتناول هذه القضية ما هي حدثنا بالتفصيل وأن تم الرفع إلى نيابة عدن واتخذ فيها قرار الرفع بماذا بوجود هذه المادة في مادة ماذا يقال أن أنترات الأمونيا حسب تقرير النيابة لماذا تقول أنت يقال لست متأكد شهدت القرار الذي رفعه وكيل النيابة وقرأته على الصحف وعلى المواقع واتخذ فيه القاضي قرار بأنه يتم إخراجها من ميناء عدن ووجه ميناء عدن بإخراجها إلى أين إلى منطقة آمنة إلى خارج مدينة عدن أو تصرف بها بحيث أن يكون لها أثر على السكان فلا ستعرف حتى الآن هل تم تنفيذ هذا القرار أم لا بمعنى آخر إذا لم يتم تنفيذه هل نحن أمام مصيبة أخرى كبرى طبعا هذه كارثة طبعا أنها تبقى داخل الميناء وفي ظروف حرب أيضا وفي ظروف انفلات أمني في عدن لا يوجد سيطرة ومن الخطأ أصلا أن تظل مثل هذه المواد داخل الميناء يفترض أن تخرج إلى الصحراء بعيدا عن الميناء مثلا لرس عمرانة أو منطقة هكذا وتوضع في منطقة هناك ويتصرف بها من قبل الجهة المختصة وإذا لم يحدث ذلك؟ كارثة قادمة أيضا هي كارثة قادمة بنفس الطريقة كم حجم هذه الكارثة إذا حدثت؟ حجم تقريبا ثلاثة ضعفية مرفأ بيروت مرفأ بيروت ما حدث في مرفأ بيروت سيحظر في عدن نفس الطريقة ستمسح عدن عن بكرة أبيها مع مدينة الشعب ورسع إلى صلاح الدين لا قدر الله لا قدر الله سبحانه وإذا أخذوا بأمر القاضي وأخرجوها من عدن ستت طبعا هنا تنخفض الخطر تماما طيب أعود معك يا دكتور قبطان بحري عبد الرقيب المجيدي سامحني للأسئلة القادمة أرجوك واحتملني أنا أحبك كثير وأنا فخور بك يا سيدي لطالما كنا في اليمن نشمخ بأن لدينا جيش ولدينا قوات بحرية ولدينا قوات برية أين تبخرتم في زمن الحرب؟ اليوم المنطق يقول بأنه لا يوجد لليمن قوات بحرية ولا خفر سواحل أين تبخرتم؟ لم يتبخروا؟ بعد اللي حصل إلى 2015 عادوا كل الناس إلى منازلهم ولم يباشروا العمل فقط لا غير معظم الناس حوالي 80 إلى 90% عادوا للمنازل فصل للأمر لو سمح كل الناس انسحبوا من المواقع يعني أنتم في القوات البحرية مثلا غالبكم لم يعمل مع طرف من الأطراف؟ نعم تم الانسحاب وعودة للمنازل لماذا؟ لستم مقتنعين بأن تقتلوا اليمنيين؟ كل واحد لا قرار ولكن معظم الناس فضلوا أن لا يشاركوا في هذه الحرب وما حصل فيها من تداخل أصلا في الآراء وفي الاتجاهات إذن غالب أفراد وضباط وقيادات القوات البحرية وخفر السواحل في البيوت نعم ما بقى منهم مع الحوثين ما يقارب بحوالي 20% إلى 30% لا يتعدى ذلك وهل هناك نسبة مع الشرعية أو غيرها؟ تقريبا بحدود 20% بهذا الحوث 10% 20% يعني إقمالا 40% إلى 30% توزعت ما بين الشرعية والحوثين أمن البقية فهم في المنازلهم لم ينضموا لا مع الحوثين ولا مع الشرعية أو خارقوا خارق اليمن معظمهم طيب بشكل دقيق سيادة العقيد دكتور قبطان بحري عبد الرقيب المجيدي القوات البحرية وخفر السواحل هل كانت قوات تشمخ وتعتز بها اليمن؟ أم كنتم عبارة عن أمر بسيط يعني غيابكم زي وجودكم أم أن غيابكم قسم ظهرنا في اليمن؟ القوات البحرية تعرضت لثلاث مراحل تدميرية في 86 طبعا في جنوب دمرت معظم القوات البحرية اليمنية في حر 94 أيضا دمرت قوز كبير من البحرية اليمنية في 2015 أيضا دمر ما تبقى من البحرية دمر تدمير كبير للمعظمها أيضا الفارق في القوات البحرية اليمنية أن التسليح البحري لم يكن بالقوة الكبيرة كان ضعيفا نوعا ما مقارنة في التسليح البري لأن قطعة بحرية مثلا زورق عادي محلاحي يكلف 10 مليون إلى 20 مليون دولار زورق الصواريخ يكلف 40 إلى 50 مليون دولار أما السفن الكبير يتكلف 100 مليون إلى 200 مليون فكان عدم قدرة على أن يكون معنا هذا السفن الكبير الحق من حيث الميزانية بمعدل أن قطعة بحرية توازي لواء بري فكان التركيز على الألوية البرية والداخلية وأكثر من القوات البحرية اليمنية فكان البحرية اليمنية عبارة عن ما هو مهم وأهم وهي الزورق الحراسة وزورق الدوريات وبعض الزورق الصواريخ لكن ككادر كان متوفر من جميع أنحاء العالم من أفضل ككادر يعني خريقين من أعظم الدول العالم يعني كان عندنا خريقين بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، روسيا أيضاً التسليح كان متنوع من سريح روسي، سريح أمريكي، سريح متعدد يعني دكتور عبد الرقيب المجيدي أنت قبطان بحري وخفر سواحل قوات بحرية يا سيدي حرم عليكم، إحنا يعني ماذا نصنع هذه الأيام؟ كيف نعمل؟ يعني كيف تعيش أحوال اليمن؟ ونحن ليس لدينا قوات خفر سواحل ولا قوات بحرية أم أنه لدينا لكن وجودها زي عدمها يعني؟ أولاً مساحة الشريط الساحل اليمني كبير جداً تبلغ مساحة الشريط الساحل حدود 2500 كيلو متر الذي هو تحت سيطرة الشرعية بحدود 2000 كيلو و500 كيلو هي التي تحت نصرر الحوثين والتي تمتد من منطقة منظر إلى ميدي هذه المنطقة عبارة منطقة الشمالية نسميها لكن معظم السواحل القوز اليمني هي تحت قوات الشرعية اليمني وقوات التحالف اليمني فالمنطقة هذه مسيطرة عليها تماماً وتحت سيطرة التحالف العربي والشرعية اليمنية تمتد عندنا مسارح العمليات ثلاثة مسارح مسارح البحر الأحمر ويمتد من مضيق باب المندب حتى ميدي وحدود المملكة العربية السعودية طبعاً البحر الأحمر في قزره هو مياه الأحمر في أن هذا القز مساحة بسيطة جداً هي من منطقة منظر إلى منطقة ميدي هذه هي تحت نصار الله أما من منطقة منظر إلى منطقة باب المندب فهي تحت شرعية وليات العمالقة حالياً طيب يعني دكتور قبطان نستكمل بس البقية من باب المندب حتى رس ضربات علي وهي حدود عمان هذه كلها تحت سيطرة الشرعية اليمنية وانتنادها في خليق عدن وبحر العرب وغزر السقطرة هي تحت الشرع اليمنية والتحالف العربي دكتور يعني لدينا قصة أخرى كما لو أن الشعب والدولة الشعب والسلطات أفقنا عليها فقعاً باب المندب حديث العالم بأنه يمر منه ملاقل عن ربع تجارة العالم أو ربما سودس تجارة العالم من أهم منافذ البحرية في العالم هناك أطماع استعمارية على اليمن بسبب باب المندب حدث اليمنيين عن باب المندب لو سمحت المقعة القبلتك للجمهورية اليمنية الجغرافية السياسية الجغرافية السياسية الجغرافية السياسية هو باب المندب وأهميته يعطي اليمن طبعاً موقعها الاقتصادي والسياسي والعسكري أولاً أين يقع ثم حدثنا عنه بالتفصيل أريد الشعب اليمني من كل بقعة في اليمن يفهم هذه التفاصيل الموقع مضيق باب المندب هو كنقطة التقام ما بين الشرق والغرب لمرور حوالي أربعين في المئة من التجارة العالمية ما بين أوروبا والشرق اللي هو قارات آسيا والسوراليا أيضاً مرور النفط إلى الغرب بحدود عشرين في المئة التجارة العالمية ما بين الشرق والغرب بحدود أربعمائة مليار دولار أيضاً الحاويات التي تنتقل ما بين الشرق والغرب بحدود أولي أربعين مليون حاوية سنوياً عدد السفنة هذه الحصيات ممكن نحن نأخذها في نقطة في باب المندب عن قناة السويس لأنها تمر أساساً هنا نقطة محورية في هذه الديو التي هي الجمهورية اليمنية باب المندب وقناة السويس مصر هي المستفيدة تقع هذه المنطقة والسبب هذه الحروب وسبب هذه المشاكل هي أنها تمر النقطة البحرية على خط الحرير الصيني القادم هذا الخط إذا سيبدأ تقريباً العمل في حدود عام 2025 وهذا السبب الحرب الذي نعتقده في اليمن هو الخفي وهو الموقع باب المندب وأهميته الاقتصادية حالياً لا يعطي دخل الجمهورية اليمنية دولار واحد أنا من ضمن اللي قدمت فيه بحوث في هذه الدراسات في باب المندب مشروع توليد الطاقة من التيارات البحرية بين الساحل اليمني وقزيرة الميون هذا المشروع توليد الطاقة بحوالي ثمانية ألف ميجا وتم تمويل هذه الدراسات ومسوحات من قبل مجموعة هالسا عام التجارية طيب هذا في موضوع باب المندب هو أنا أتحدث عن منطقة باب المندب في أهميته يعني في هذا الموقع قدمنا عدة بحوث ودراسات ممكن يستفد في هذه النقطة بحيث أنها نقطة التواصل ما بين العالم وهذه النقطة وسبب هذا اللي حاصل الآن أنها في منطقة باب المندب ممكن يقام في منطقة مينات حاويات ومينات رنزيت ومخزان عالمي للحاويات ميناسكنية مينات صناعية يعني في حدود مئة كيلو في هذه المنطقة هذه المئة الكيلو بمساحة الجمهورية اليمنية 585 كيلو متى مربع ممكن تعطي داخل قومي للمن ما يقارب 20 مليار دولار في السنة وخلال خمس سنوات من الاستثمار ممكن يصل إلى مئة مليار دولار في مرور اللي هو طريق الحرير بحيث أنه سيكون نقطة تبادل أو ترانزيت ما بين الشرق والغضب في الحاويات فهذا هو سبب المشكلة الآن لو التكارب على باب المندب والحرب في اليمن أنه في مثلا مينات دبي ومينات أقبل علي يعطي داخل قومي للإمارات حوالي 300 مليار دولار سنويا هذا سينافسها وقناة السويس وميناء قوادر في باكستان هذا ما الثلاثة يقعون على خط الحرير الصيني بحيث أنه الآن وقعت الصين مع باكستان في ميناء قوادر وأصبح الخط من الصين إلى ميناء قوادر ومنه جميع الخطوط البحرية التي تأتي من جنوب شرق آسيا من أستراليا من جنوب شرق آسيا من الهند من الصين أندونسيا ماليزيا جميع الخطوط البحرية تمر كلها إجمالا في مضيق باب المندب بمعنى أن اليمن سيكون لها حصة لا تقل في السنة الواحدة 50 مليار دولار دخل قومي فما بالك إذا تمت هذه الإنشاءات بمعنى سينتقل اليمن نقلة لا مثيلة لها في العالم فهذه هي المشكلة اليمن التي تدفعها هو أنها وقوعها على خط الحرير الصيني وعلى خط المرور النفط والغاز وعلى خط التجارة العالمي ما بين الشرق والغرب نحن لم نتنبه لهذه المنطقة كيمنيين ولم نكون داخلة في الاستراتيجية بدأ نحن من؟ المواطنين أم الدولة والسلطات؟ الدولة والسلطات اليمنية بشكل عام بدأ النظر إليها من 2010 لأهميتها وبدأ من 2015 أكثر لهذا الموضوع عندما تم الآن خط الحرير الصيني جديد هذا هو اللي لافت الأنظار إلى هذه النقطة وقع على الإمارات تعرف الخطر القادم عليها أنه خلال خمس سنوات من الآن سينخفض الدخل القومي لديهم في ميناء جبل عليه وميناء دبي وهذا خطر عليهم فلذلك الآن هناك عدة أفكار أنه قبوتي وأريتريا يكون بدأوا لذلك حتى الإمارات بدأت ساعة لهذه النقطتين قبوتي والأريتريا للسيطرة عليها واليمن وتعطيلها في أمور الصيني في النهاية أعتقد أنه قد تحسن هذه الأمور خلال هذه العام لو تتابع لأبو غزالة هذا الرجل يتنبى بكثير من الأحداث وأنا من المتابعين لطلال أبو غزالة لا يعني أن التنبؤات يا سيدي لا هو يتنبأ بالذات في هذه الخطة يتنبأ دكتور نريد أن نتحدث سياسة واقتصاد ولا نريد أن نتحدث عن تنبؤات لا ليس أنه يتحدث عن اقتصاد وأنه ما يحصل من إرهاصات هو أن الصين قادم وبقوة كعملاق قادم ينافس أمريكا وأوروبا هذا التنافس هو على المناطق الحيوية فاليمن قدرها أنها توجد في هذه المنطقة الحيوية من العالم وعلى خطة المحور التنافس البحري لأنه إكباراً معظم الخطوط البحرية تمر في نقطة باب المندب فلذلك هذا الموقع هو الصراع حوله من يسيطر عليه فلذلك الآن تدخلت السياسة مع الاقتصاد في السيطرة على باب المندب والذي يدفع هو القيادة اليمنية والشرعية اليمنية والشعب اليمنية الآن لا يعرفون الصراع الدولي الذي يدرح أهمية مضيق باب المندب والقادم في الاقتصاد العالمي هو التحولات الاقتصادية العالمية القادمة لصالح القطو الصيني الذي صاعد وبقوة خلال 2030 لقد تكون الصين هي الأولى عالمياً إلى عام 30 فالصين الآن تضع حوالي ما يقارب خمسة مليار دولار في هذا خط الحريق الصيني مثلاً في البر لديها ستة خطوط برية لكن في البحر لها خط واحد باب المندب هو يمر عبره ومنه يمر حوالي 40% من التجارة العالمية وهو هنا التصراع يدور حول اليمن وحول المعركة أهمية باب المندب كنقطة اقتصادية ما بين الشرق والغرب وتبادل تجاري واقتصادي طيب الآن باب المندب في اللحظة الحالية يمكن أن ينهي الحرب وينقذ اليمن أم يمكن أن تحرق اليمن بسبب موقع باب المندب الذي لا يستطيع اليمنيون الاستفادة منه هو حالياً اليمن لا يستفيد منه مطلقاً حالياً لكن المستقبلاً الصراع يدور حوله ومن سيسيطر عليه ومن ستكون على يديه السيطرة من سيسيطر عليه مستقبلاً سيسيطر على الاقتصاد وجوز كبير من الاقتصاد المتحرك ما بين الشرق والغرب طيب الآن من يسيطر على باب المندب؟ الشرعية اليمنية ولا تستفيد منه شيئاً لأن لا زالت المعركة دائرة ولم تنتهي طيب الشرعية تسيطر ولا تستفيد الشرعية والتحالف هو إذا أردنا حقيقة الآن هو السيطرة للشرعية والتحالف اليمنية في المرحلة القادمة إلى أن تتجه الأمور؟ هذا ما لا نستطيعنا التنبؤ فيه لسبب أن الحرب في اليمن نصص صعب بالتنبؤ فيما يحدث فيها لأن لا يقد لها خطة استراتيجية أو هدف مثلاً بالتحالف العربي يعني أنت لو سألت التحالف العربي ما هو هدفك من التدخل في اليمن لو سألت القيادة الموجودة وزير الدفاع ورئيسية الأركان وقادة المناطق في اليمن ما يخطتكم؟ ما يهدفكم؟ متى هذه الخطة تنتهي التي يهدفكم؟ لا يقد لدى أحدهم إقابة لا تستطيع تحصل على إقابة لا نزيل الدفاع ولا رئيسية الأركان ولا قادة المناطق الحرب في اليمن حرب عبثية لا يسا لها أفق وليسا لها هدف طيب القوات القوية بقصف الطيران سواء باسم التحالف أو بغيره لا يحمل لنا نتائج الحرب على الأرض لا تحمل لنا نتائج الصراع في البحر هل له نتائج؟ الصراع في البحر يهم العالم كله عكس الصراعنا في البر تحاربوا في اليمن كما شيتم 20 سنة, 40 سنة, 5 سنة فلا يهم العالم استمروا في الصراع كما شئتم فلا مشكلة للعالم لا يهموا شيئا الصراع يدور حول البحار لأن 80% من التجارة حول العالم تدور في البحار و 20% هي التجارة البرية أو 15% 5% هي التجارة القوية في العالم كله ف80% من التجارة حول العالم هي في البحار نحن في مضيق فهاب المندب ونسيطر على التجارة العالمية ما بين الشرق والقرب حدود 40% حق مهول من التجارة أنت تتكلم على 400 مليار دولار فالرقم فلك يعني فأن تكون في هذا الموقع هي هيبة الله لك اللي هي تستفيد منه ولكن نحن لم نستفيد منه في المطلق ومصر أيضا الثانية يعني مفترضا يكون الدخل القومي المضيق باب المندب ومن قناة السويس لا يقل عن 100 مليار دولار لكل دولة سنويا بأقل تقديرات هذه أما إذا قمت في بناء المدن والخدمات الاجستية والترانزيت والنقل البحري وعمليات التموين والعمليات الاجستية اللي هي تقوم الآن ميناء قبال علي طبعا تخيل ميناء قبال علي وهي تبعد عن 4 أيام تخيل أنت بينما باب المندب لا يبعد عن نصف ساعة فأيام ولا في قناة السويس لا يبعد نصف ساعة يعني دخول السفن للحاويات والنقل البحري والخدمات الاجستية فمصر تبرك نقول كمسر يعني السفن فقط السلام إيجارة مرور السفن لكنها لا تستفيد من خلال السفن ولا من عمليات الخدمات اللوجستية اللي هي النزال لو افترضنا فقط في عمليات باب المندب وقدمت هذه الدراسة ميناء ترانزيت والحاويات المضيق باب المندب والمخزن العالمي المضيق باب المندب فمنت مجموعة ساعة هذه الدراسات وكانت على أساس نحولها إلى مشاريع أو مياه وطنية تخيل أنت لابس له عندك مليون حاوية وتأخذ مثلا ومئة دولار يعني خمسين في نزول الحاوية وخمسين في طلع الحاوية فقط يعني مئة دولار في مليون أنت مليون فالآن كان مليار دولار ولكن تتخيل أنه إذا كان عندك مليون حاوية ثلاثة مليون حاوية أربعة مليون حاوية كما الذي الدخل فيها فقط بس من التشفيه تسميه الطلع والتنزيل فقط ونقطة تبادل يعني أنت ممكن أن تكون نقطة بعد العالم إلى قمع الدول بدل ما تأخذ السفينة وتقي استلاف الخليق والهند يكون من هنا نقطة تحول إلى قمع الدول مباشرة من باب المندب سفينة روحى الخليق سفينة الهند سفينة أكستان سفينة إستراليا وهكذا فهي كنقطة فرز وإعادة تحميل وإذا الشرق والغرب دكتور يعني لماذا لسنا جاهزين لكل هذا لماذا مشكلتنا في القيادة القيادة اليمنية يعني خلينا في فترة حكم علي عبدالله صالح 33 سنة لم تكن اليمن مستعدة ولا جاهزة لكل هذا الكلام مشكلتنا في اليمن ومشكلتنا في قيادة جاوبني في فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح لم نكن جاهزين لهذا العمر لا بالعكس قبله لم نكن جاهزين أيضا في عهد هذه جهزنا أمضاعة الدولة قبل أن نجهز لم يكن عندنا قيادة وليس من يكن عندها رؤية استراتيجية مجموعة هالسعيد كانت تبنت هذه الرؤية الاستراتيجية عندما قدمناها لها كتيار ومستثمرين وكان عندهم رؤية اقتصادية وكان عندهم حص وطني وقومي لبناء اليمن فتبنوا مشروع الطاقة وتبنوا هذه الأراء والأفكار ونشروها في مقلات الصناعة ونشرنا هذه الأفكار لكن عندما كنت أعرضها على الحكومة وأعرض هذه الأفكار على الدولة لا أحدا يستميع علىك وله بالعكس كان يصخر منك عندما تقدم مثل هذه الأفكار للقانبة الحكومية لأن مشكلتنا مشكلة القيادة ومشكلة الرائعة بينما عندنا القانب الاقتصادي والتجاري متقدم والقانب المواطني والأكاديميين والمفكرين في اليمن متقدمين على القانب القيادة في الحكومة بكثير يعني في مراحل فهناك عندنا مشكلة في التفكير ومشكلة في القيادة طيب كم برأيك هذا المشهد هذا المشهد البحري إلى أين سيأخذنا هو من جهة ستحسب الأمور أعتقدها قريباً جداً إذا حصل انتراكها في المقالة العالمي فيروس كورونا والاقتصاد العالمي والحرب في اليمن أخذت أكثر من ما يستهيق إذا قرنا الحرب العالمية الثانية أخذت خمس سنوات عندما دخلت أمريكا في ألمانيا أو في اليابان وأنهت الحرب العالمية الثانية التدخل العربي في اليمن دخلنا في الخمس سنوات امتهت داخلين في السادسة وداخلين في السادسة وبنهاية أنت تقاتل ميليشيات يعني تخيل خمسة عشر دولة تقاتل ميليشيات لا شيء يعني انقارنة صعبة وما يحصل من إخفاق في اليمن كارثي يعني لها الشرعية والتحالف العربي في إنجاز حسم هذه المعاركة وحسم الوقت طيب إلى أن يتجه بناء أمر البحر أعتقد المستقبل هو قادم لليمن بغض النظر عن الكارثة وعن الذين عانين تعتقد بناء على ماذا؟ على المتغيرات العالمية المتغيرات العالمية ستؤدي بالنهاية إلى حسم إيقاف الحرف في اليمن ما هي المتغيرات العالمية؟ فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وخط الحرير الصيني والصين قادمة بقوة خلال المرحلة القادمة خلال هذا العام ستحدث متغيرات في العالم كله يعني مما بعد هذا العام ليس كما قبل عشرين دكتور قبطان بحري عبد الرقيب المجيدي ما هي الكلمة الأخيرة لك التي تريد أن تقدمها سواء للقيادات الشرعية لجماعة الحوثيين للشعب اليمني فيما يتعلق بمصائب اليمن في البحر أتمنى من الشرعية والحوثيين أن يحكموا العقل والمنطق ويحكموا إنسانيتهم وضميرهم لأن هذه الكارثة إنسانية ضد أهلك وناسك وأرضك ووطنك والناس الغلابة هذا فيما يتعلق بناقلة النفس الصافر أتمنى أن تحل هذه بأسرع وقت وتتخذ فيها قرار خلال السبوع أتمنى ذلك وأن يصل هذا الرأي لهم لأنه بالنهاية هذا وطننا وهذا أمتنا وهذا مجتمعنا يكفي ما حصل من دمار من خراب يعني حتى الآن دمار يكاد أن يكون عاد في اليمن مئة سنة إلى الخلف في كل نواحي الحياة اقتصادياً اجتماعياً سياسياً نفسياً قتل، قرح، اقتصاد، بكل البنى التحتها التي كانت أساساً هي ضعيفة وليست يعني نقول لكن ما تم في رغم ببساطة انتهى كامل فأنا تمنا نحكم العقل والمنطق ولنا في جنب أفريقيا وننسل منذنة التي حصلت التصالح في جنب أفريقيا والمسامحة أننا نصل إلى هذه المقطة وكيف ما يحصل في اليمن وفيما يتعلق بميناء عدن إذا صح أن لا تزال فيه تلك الشحنة الكبيرة الضخمة من نترة الأمونيا أتمنى من الأخوة المسؤولين في عدن والمسؤولين عن ميناء أن ينفذوا أمر القضاء ويتم نقلها وإخراجها من عدن إلى منطقة رس عمرار أو منطقة بعيدة ويتم التصرف فيها من قبل الحكومة الشرعية والتحارف لأنه أن تتقنب عدن كارثة أيضاً لا تقل خطورة عن ما حصل في بيض قرار باب المندب أو القرار المتحكم بباب المندب هل هو في طريقه ليكون في صالح اليمن وينقذ اليمن من المؤامرات أم هو في طريقه لينهي ما بقي من ميزان لدولة اليمن هو لصالح اليمن آقلاً كل ما يحصل هو بالنهاية سيكون لصالح اليمن كل هذا الدمار وكل هذا الخراب وكل هذا هو عبارة عن صراع على الكعكة والكبر سيتقاس من الكعكة بالنهاية وسوف يتفق ولا سيكون في ضحية العادة المواطنة وإذا كان الاتفاق متأخر أعتقد سيحسب قريباً الاتفاق وهناك بوادر كبيرة للوصول إلى الاتفاق تعتقد بناء على ماذا؟ ما نشاهده من وصل فشل ذريع القيمي على الأطراف المتحاربة في اليمن كلهم لن يستطيع يحقق أهداف التي رسمها في خياله في البداية اللي هي الخيال الوردي والخيال الكبير والواسع دكتور عبد الرقيب أنا على مدى هذه الحلقة وأنا أمطرك بوابل من الأسئلة وأنا أعرف قدرك ومقامك وأوحييك وأوحيي قدراتك هل هناك أسئلة لم أسألك عليها وكنت أنت تحب أن تجيب عليها؟ صراحة في سؤال أتمنى كنت من القيادة السياسية القيادة الشرعية وقيادة التحالف أن ينهوا هذه الحرب ويوصلوا إلى اتفاق سياسي ويكون فينا عفو وتسامح نحن كيمنيين وهذا وطننا الأولى وأخيرا علينا أن نعيد بنائه ونعيش فيه جميعا بغض النظر من المنتصر ومن المهزوم في النهاية الكل يربح الوطن فهو الذي يحتوي الجميع اليمن الآن كله كوادر وكله مبدعي وتشرد وتدمر وأصبحنا في ذيل القائمة يعني نحتاج إلى مئة سنة لإعادة بناء اليمن فنقول كفى ما حصل في الدمار كفى ما حصل من تخريب كفى ما حصل في اليمن من عبث ومشامح كريم نقول في النهاية نتمنى أن نصل إلى هذه النقطة يعني لم أضايقك دون أن تجيب على الأسئلة التي أردت أنت أن تقولها للرأي العام هل تريد أن تقول شيء في نهاية المقابلة نتمنى أن تنتهي الحرب وتعود اليمن سعيدا كما كانت سابقا وأن يعود اليمنيين إلى بناء اليمن الحديث بناء في القرن الـ 21 بحيث نلحق في ركب الحضارة وركب الأمة سيادة العقيدة الدكتور عبد الرقيب المجيدي قبطان بحري نائب رئيس عمليات القوات البحرية السابق أشكرك شكرا جزيلا على نبلك في قبول الدعوة على تكرمك بالمجيء إلي في الأستوديو على هذا العطاء العلمي والمعرفي أشكرك شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا وأنتمنى من الله السلام والأمان في اليمن وعودة الأمن إلى ربع الوطن وفقك الله وإن شاء الله سنلتقي في لقاعات قادمة السلام حافظك الله تعالى مشاهدي الكرام ليس لي إلا أن أشكركم أيضا وألتقيكم في حوار آخر قادم من برنامج البوصلا حفظ الله اليمن من كل مكروه لكم محبتي أنا عارف أصرني إلى اللقاء اشتركوا في القناة